في تحليل أخبار المجلة سيلا لن أكون مع الجبناء مرة أخرى شرحت سيلا ترق أغلو الخصائص التي كانت تبحث عنها في الشخص الذي ستقيم معه علاقة كما تعلمون كانت سيلا ترق أغلو مستأل الغاية بسبب حبها مع خاليل إبراهيم جيهان سيلا ترق أغلو التي أصيبت بخيبة أمل عدة مرات عوضحت الآن ما تتوقعه من الشخص الذي أمامها هذا هو الحبيب الذي أبحث عنه شاركت سيلا ترق أغلو الكلمات التالية من حسابها على إنستغرام لمعرفة تفاصيل الخبر شاهد الفيديو الخاص بحتى النهاية ولا تنسى أبدا الإعجاب والمشاركة والتعليق على الفيديو الخاص به أنا أسعى جاهدا كبيرا لتزويدك بأحدث الأخبار في أسرع وقت ممكن دعنا الآن نذهب إلى تفاصيل الخبر شرحت سيلا ترق أغلو سمات الحب الذي كانت تبحث عنه قالت أحتاج إلى شخص يعرف كيف يقاتل على الأقل مثلي أحتاج إلى شخص يعرف كيف يمسك قدمه في الأيام التي يكون فيها الوقوف تقيلا جدا أحتاج إلى شخص ما يعطين ما أريد عندما لا أعرف ما أريد هذه هي العلاقة التي أبحث عنها هذا هو الحبيب الذي أبحث عنه اعتبرت كلمات سيلا ترق أغلو هذه إشارة إلى خليل إبراهيم جيهان الذي عمعها للتول أنا أتفق مع نفس الفكرة أوضحت سيلا ترق أغلو سبب انتهاء علاقتها سابقا وليس الحبيب الذي كانت تبحث عنه هو دوغو جانجونغو وأوضحت أنه لم يكن موضوع تقدير أو فهم في هذه العلاقة لكن علاقتها الحقيقية هي مع خليل إبراهيم جيهان ما رأيكم في هذا الموضوع؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو وداعا